هلو يا جماعة البي سي مر علي وقت كثير وانا بستخدم كيبورد ابل اثنين دولار اللي بمسكوا ليستريمر بكسرواه في البث لما يعصبوا تعرفوا هذا الكيبورد استخدمته الفترة طويلة بكتابة المحتوى على الموقع الالكتروني لغاية ما وانا بتصفى على واحد من الموقع الالكترونية شفت هذا الكيبورد عجبني وحبيته ولفت انتباهي فتواصلت مع جماعة الموقع وحكت لهم يبعثوا لي هذا الكيبورد انا بدي اياه و بدي اجربه هذا هو الكيبورد EK1280S من ماركة مش معروفة عنا في الشرق الاوسط جديدة هذا الفيديو راح اشرح لكم فيه كل شي يتعلق بهذا الكيبورد اللي تقريبا وزنه ابدا مش خفيف شو الاشياء اللي عجبتني فيه وشو الاشياء اللي ما عجبتني مع كل مواصفاته وهل ممكن اني انصحكوا فيه ولا لا مع رابط الشراء في صندوق الوصف خلينا نشوفه كاملا في هذا الفيديو تابونا بحصول على وندوز مدى الحياة من CDK Deals ابحث عن وندوز 10 Pro اكبس Buy Now استفيد من كود الخصم M2T لتأخذ الوندوز بسعر اقل اخترى وصيلة الدفع من طلبات الشراء View Code افتح تنشيط الوندوز دخل الكود هون اكبس تفعيل مبروك الروابط في صندوق الوصف هذا هو الكيبورد من شركة داريو اللي غالبا راح تكون اول مرة بتسمع عنها في الشرق الاوسط لانه دخلت الى السوق جديد ومستقبلا راح تسمع عنها كثير انتو تفرجوا على الكيبورد وانا بحكي لكم المواصفات اول شي هذا الكيبورد ميكانيكي باضاءة الرينبو او اذا بدك تسميها الRGB يعني جميع الازرار بتضوي بطريقة متباينة بحيث يعطيك شكل او نمط انت بتختاره لانهارة الازرار بالنسبة للسويتشات في هالكيبورد فهم Blue Switch مسافة النقرة 2 مليمتر وقوة النقر بتكون 60 غرام العمر التشغيلي للكبسات اكثر من 50 مليون نقرة طبعا الاشي اللي بدي احكي لكم اياه انه الكيبوردات الميكانيكية بتقدر من خلالها تكبس على اكثر من 6 كبسات مع بعض بدون ما يعلق او تفقد الاستجابة خامة الكيبورد من البلاستيك وهي ممتازة وعجبتني كثير لانها بتعطيك احساس انه منتج عليه القيمة ومش اشي عادي عدا عن وزنه اللي بيطلع تقريبا كيلو ونص في اشي مميز من الخلف عدا عن الجلد اللي بيكونوا في الزوايا بحيث يمنعوا الانزلاقة لهذا الكيبورد اذا عندك طاولة مثلا بيزحلق عليها الكيبورد انه في عندك هنا مجرى للسلك في حال انت شخص بيهتم كثير بترتيب الاسلاك على مكتبك بتقدر تاخذه من اليمين او اليسار او الوسط وعلى ذكر الكابل فهذا الكابل هو يو اس بي بطول مثل ونصف تقريبا وما اعتقد انك تكون بحاجة لكابل اطول عدد الكابسات 104 وهذا يعني انه هالكيبورد كامل مع لوحة الارقام اللي انا شخصيا كثير بتفيدني في الشغل وما بقدر استغني عنها بالنسبة لتخصيص الانارة الجماعة استبدلوا السوفتوير لهالكيبورد بالكيبورد نفسه لانك بتقدر تخصص الانارة مثل ما بدك مع شوية اوامر بتدخلها من خلال الازرار راح وطلكم صورة بتوضحلكم هالفكرة انا عجبني وضع الرينبو هذا حسيات الكيبورد حلو وانارته يعني عجبتني بتقدر تخصص الانارة لانت بدك اياها بحيث تضوي مجموعة ازرار او تضوي صف معين او بالطريقة لانت بدك اياها صوت الكبسات تماما مثل اي كيبورد بلو سويتش الصوت عالي الى حد ما طبعا صوت الكبسات اشي تفضيلي من شخص الاخر انا شخصيا بحب الصوت المنخفض للكبسات وهاشي بتقدر تلاقيه بالسويتش اللي لونه احمر او الريد سويتش كمان اللي موجود في هذا الموقع وبصراحة اكثر من هاي التفاصيل لمراجعة كيبورد بتكون صف كلام وما الها داعي لاني بتوقع غطيت كامل التفاصيل اللي بدك اياها سعر الشراء لهذا الكيبورد حاليا علي خصم تقريبا 49 دولار بدلا من 60 دولار ولاحظوا انه الشحن ما بكلفك 8 دولارات في احسن الحوال وخلال ثلاث ايام بوصلك فبتقدر تتصفح الموقع وتشوف شو في اشياء ثاني عجبتك وتطلبها مرة وحدة وتستفيد من الخصم الحالي في الموقع عدا عن عروض بلاك فرايدي الحالية في هاي الصفحة هون في مجموعة من المنتجات اللي عليها خصم هالفترة وهذا هو الكيبورد بس تدخل عليه بتقدر تختار نوع السويتش اللي بدك اياه بهذا الشكل وتدخل كود الخصم كمان اللي راه يعطيك خصم اضافي وبتقدر تدفع من باي بال او فيزا وغيره الان في اشي كتير مهم في هذا الكيبورد انه الاحرف على الازرار بتيجي في اللغة الانجليزية واحنا كعرب اكيد بنحتاج الكتابة في اللغة العربية وهاشي بكل تأكيد مش كل الناس او المستخدمين بيكونوا حافظين مكان كل حرف على اي زر من ازرار الكيبورد لذلك في عندك خيار تقدر تروع على اي محل كمبيوتر وتجيب منه هذا الاستيكر فيه كل الاحرف في اللغة العربية بتلزق كل حرف على الكبسة المخصص لها وبهذا الشكل بصير عندك الكيبورد يحتوي على جميع الاحرف في اللغتين الانجليزية واللغة العربية لكن انتبه انك تجيب الاحرف شفاف وليس لبلاك او اللونهم اسود بينك راح تغطي على اضاءة الار جي بي وتخفي اضاءة الكيبورد ورح تخسر شكله الجميل وان هذا الاشي اللي عملته زي ما انتم شايفين بدأت بتلزيق كل الاحرف في اللغة العربية على كل الازرار واخيرا بعد ما انتهينا من هذا الفيديو بتمنى ان اقدر تعطيكم شيء تستفيدوا منه واكتبونا في التعليقات شو الاشياء اللي حبيتوها في هذا الكيبورد وشو الاشياء اللي ما حبيتوها واي شيء بتحبوا تضيفونيها في التعليقات مع لايك للفيديو شكرا للمشاهدة في امان الله